تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 467 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 97 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 54 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الجذائية تم ضبط أكثر من 43 طن أما في مجال قضايا المخابس تم ضبط 625 قضية من بينها 85 قضية خبز ناقص الوزن و74 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 27 قضية بمضبطات بلغت 129 طن ترجمة نانسي قنقر